إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من السلاطة والهذر كما نعوذ بك من العي والحصر ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن ونسألك اللهم برد اليقين وطمأنينة النفس وسلامة الصدر ونقاء السريرة ونعمة الإخلاص وبركات الصدق وطيب العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أمين وبعد حياكم الله تعالى أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم مقرأة الإمام نافع الليل بإذن الله سوف نقرأ من سورة سيدنا هود عليه السلام من الآية الخمسة عشرة وحتى الآية الرابعة والعشرين برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق ثم بعد ذلك نعلق على ما جاء في التلاوة من تنبيهات ومعانين وأحكام ثم نأخذ مدة علمية قصيرة من كتاب الاستبرق في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق لشيخنا محمد نبهان رحمه الله ثم بعد ذلك نستقبل اتصالتكم ومشاركاتكم التي تصلون عن طريق الواتساب أو عن طريق الاتصال الهاتفي بإذن الله تعالى نبدأ الآن من سورة هود من الآية الخمسة عشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم لخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كلعما ولا صم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون بارك الله فيكم فتح الله عليكم إخواني وأخواتي إخواني وأخواتي رب العالمين سبحانه وتعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون يقول هنا أن الذي يريد الحياة الدنيا وزينتها ويعمل من أجلها وهو في عماية عن العمل للآخرة وأن الآخرة إنما هي خارجة من حسبانه لا يحسب لها حسابا فإن هذا يؤتى أعماله فيما أحسن في الدنيا ولا يجازى على ذلك في الآخرة فلا يبخس عمله في الدنيا فإنه إذا عمل فإنه ينال أجر عمله في الدنيا لكنه لا يثاب عليه في الآخرة لكنه يقول في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار يعني الذي لا يؤمن بالآخرة مثل الآن الكفار الذين نراهم يحسنون العمل في الدنيا مثل ذلك الرجل الملياردير الأمريكي الذي عنده مليارات من الدولارات أنفق ملياراته كلها أنفق ملياراته كلها على الأعمال الخيرية ولم يبقي لنفسه إلا شيئا يسيرا هو شيء كبير بالنسبة للفقراء يعني لكنه أبقاه لنفسه وتصدق أو تبرع بالباقي للأعمال الخيرية والمستشفيات وغير ذلك هذا ينال أجر عمله في الدنيا من قبيل الراحة النفسية الرضا عن النفس ربما الصحة ربما أن يرى أولاده بخير أكذا يعني لكن يأتي يوم القيامة ليس له جزاء وقدمنا إلى ما عملوا من عمله فجعلناه هباء منثورا لا ينال أجرا ولا جزاء ومصدق ذلك ما جاء في السيرة النبوي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدالله بن جدعان كان ينفق على الحجيج ويطعم الجائعين ويسقي العطشة وغير ذلك من أعمال البر الكثيرة جدا فقال كأنه في النار فهنا السيدة عائشة تقول يا رسول الله أليست أعماله تشفع له فيما معنى ذلك قال لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فالبيزان هو الإيمان والعمل الصالح وليس العمل الصالح فقط بل الإيمان أن يكون العمل الصالح تحت مظلة الإيمان فإذا كان هناك إيمان وليس هناك عملا صالحا فهذا كذلك يعذب يوم القيامة بقدر ما قدم من أعمال غير صالح لأن الإيمان دائما مقروم في القرآن بالعمل الصالح الذين أمنوا وعملوا الصالحات الذين أمنوا وعملوا الصالحات فهنا يقول أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار هو دخول للنار بسبب أنه لم يؤمن وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الذي صنعوا في الدنيا هو حابط أو محبط وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه يعني هنا هؤلاء الكفار خلاص انتهينا منهم الآن الذين هم على بينة من ربه منه هو المؤمنين يعرفون أن هناك إله ورب وجنة ونار وحساب وجزاء ونبي وقرآن يؤمنون بهذا ويتلوه شاهد منه بعض المفسرين يقول أن الشاهد هو سيدنا جبريل عليه السلام ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة يعني جاء مصدقا للقرآن كتاب موسى التوراة كان إماما ورحمة للأقوام السابقين يقول أولئك يؤمنون به يعني بالقرآن إنه لا زال السياق يتكلم عن القرآن أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه البينة اللي هو القرآن ويتلوه شاهد منه ومن قبله اللي هو القرآن كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به أي القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فإذن الإيمان بالقرآن هو شرط ولا يكفي الإيمان بالتوراة والإنجيل فقط بل لابد أن يؤمن أو يؤمن نحن طبعا المسلمين نؤمن بالقرآن والكتب السماوية كلها كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يقول فلا تكفي مريت منه يعني في شك من القرآن إنه الحق من ربك شوف كيف يثبت القرآن سيدنا النبي عليه السلام وكذلك قارئ القرآن يقول إن القرآن هذا هو الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لا يؤمنون بهذا القرآن ولا به داياته ولا يؤمنون بأنه كلام الله أصلا يقول ومن أظلم ممن افترع على الله كذب يعني لا أحد أظلم من الذي يفترع على الله الكذب فيقول اتخذ صاحبة ولا ولد هؤلاء الذين يقولون بهذا القول يعرضون على ربهم يوم القيامة ويقول الأشهاد من الملائكة والبشر جميعا يشهدون عليهم يوم القيامة من باب الفضيح هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين يلعنهم رب العالمين لأن أشد الظلم والإشراك بالله من هم هؤلاء هم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون يصدون عن سبيل الله رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أي شيء في سبيل طاعة الله هم يصدون عنه ويبغونها عوجا يعني يريدون الدين على حسب هواهم طريقا معوجا مع أن الدين طريق مستقيم أن الدين طريق مستقيم يقول وأن هذه الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل هذه العوج يبغونها عوجا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يقول أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض يعني هؤلاء لم يكونوا ليعجزوا رب العالمين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يعني ليس لهم ولي ينصرهم ويقوم بهم من دون الله الله هو الولي كما يقول في كتابه عز وجل هؤلاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون يعني بسبب أنهم كانوا يعرفون الحق فوحادوا عنه يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يعني فقط لا يكفي أنهم لم يعرفوا الحق ولم يؤمنوا به بل صدوا عنه وأرادوا أن يتخذوا الطريق عوجا فهؤلاء بسبب ذلك يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير هما طبعا ليس معنى الآية أنهم كانوا صما أو عميا أو بكما بل هم كانوا يرون لكنهم لا يبصرون الحق أو عموا عن النظر إلى الحق أو أن يعقلوا الحق أو أن يسمعوا الحق يقول أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون يعني خسروا أنفسهم في النار خسروا الدنيا خسروا الآخرة وظل عنهم ما كانوا يفترون يعني حتى الذين كانوا يفترونهم افتروا مع الله آلهة أخرى هذا إلى هنا اللات والعزة ومنات الشمس القمر النجوم الكواكب البقر كل من يعبد مع الله آلهة أخرى الآلهة التي افتروها هذه تضل عنهم يعني لا تخدمهم جماد أحجار الشمس القمر كلها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا جرم أنهم يعني حقا لا جرم يعني حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون هؤلاء قد قسروا هم الخاسرين الذي قسر نفسه يوم القيمة هو القاسر فعلا ما دون ذلك من خسارة لا تعدها الخسارة يعني إنسان ابتلي بخسارة ماله بخسارة تجارته بخسارة أحد أولاده نبلغ أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من أموال والأنفس والثمرات ليست هذه الخسارة الخسارة الكبرى لأنها تعوض لكن الخسارة الحق هي الخسارة يوم القيامة ولا يذب الله ثم لما ذكر هذا المثال الذي هو في النار المثال السيء للكفار انتقل إلى ذكر المؤمنين فقال إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم الإخبت هو الخضوع الخشوع لله سبحانه وتعالى الإطمئنان عدم القلق أمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا ممكن إنسان يؤمن ويعمل لكن عنده قلق وشكوك وظنون في يعني أن المعاد حق وأن الله حق وأن الجنة حق ممكن هو يعمل بسبب ما ورثه عن أبائه وأجداده يعني ورث الدين ورث يعني أفعال الدين الصلاة والصيام وغير ذلك لكنه ليس مطمئنا في داخله هنا يقول وأخبتوا أن يطمئنوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فالخلود في الجنة هو أفضل جزاء للمؤمن وأشد عقابنا على الكافر يقول الآن مثل الفريقين الذين ضرب مثالهما الذين كفروا والذين آمنوا كالأعمى والأصم والبصير والسميع فالأعمى والأصم وفريق والبصير والسميع يعني اجتمع العمى والصمم العمى والصمم والبصير والسميع هنا هذا مبصر وهذا يسمع يعني هذا لف ونشر مثل الفريقين كالأعمى والأصم اللي هم الكفار والبصير والسميع الذين هم المؤمنون هل يستويان مثلا يعني لا يستوي الأعمى والبصير حتى في سورة فاطر يقول هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور لا تستوي أفلا تذكرون يعني بعد أن ضرب هذه الأمثلة يقول تذكر أيها المؤمن واتعظ بما ترى في الدنيا وما تسمع في القرآن هذا كان شيء من معاني الآيات التي مرت معنا في هذه الليلة الآن ننظر في الكلمات التي يقرأها ورشن رحمه الله في هذه الآيات يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الدنيا نحن انتفقنا على أن ذوات الياء ذوات الياء تقلل بخلاف فله الفتح والتقليل فيها ويتحرر ذلك بناء على المد مد البدل فهو له في البدل حركتان وأربع حركات وست حركات فإذا قرأ بحركتين فإنه يفتح ذوات الياء إذا قرأ بأربع حركات فإنه يقلل ذوات الياء وإذا قرأ بست حركات فإنه له الفتح والتقليل نحن نقرأ بأربع حركات توسط البدل وعليه يكون التقليل في ذوات الياء هذه نوفي إليهم أعمالهم هذه ميم جمع وقع بعدها همزة قطع فإنه يصلها بمقدار ست حركات يقول الآخرة هنا في هذه الكلمة اجتمع ثلاثة أحكام الحكم الأول هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله فكانت هنا همزة مفتوحة الهمزة الفتحة نقلت إلى اللام ثم لما جاء بعد اللام ألف أو الألف التي بعد الهمزة التي كانت مدى بدل بقيت على حالها وإن كان الهمز مغيرا فهنا بعد النقل جاء البدل فننقل ثم نمد البدل بمقدار أربع حركات هذا هو الحكم الأول والثالث أما الحكم الثالث فهو الرأي المفتوحة المسبوقة بكسر أو بكسرة لازمة يعني متصلة بها فهذه يرققها ورش رحمه الله فيقول الأخيرة جميل طيب هنا لم يقلل رحمه الله النار لأن الرأى مضمومة وشرطنا في التقليل تقليل الألف التي قبل الرأى أن تكون الرأى مكسورة فيقول النار يقللها لكن بما أن الرأى مضمومة فهنا لا يوجد تقليل جميل ثم يقول موسى كما اتفقنا مثل الدنيا له افتحى التقليل على ذوات الياء تقليل ذوات الياء مع التوسط في البدل ويبدل الهمزة المفردة هنا يؤمنون يبدلها حرف مد لأنها وقعت فائل للفعل وينقل الأحزاب وكذلك لا يؤمنون يعني يبدل الهمزة ومن أظلم فهنا ينقل الحركة ويغلض اللام تغليض اللام تفخيم اللام إذا قلنا قلنا إن اللام تغلض عند ورش رحمه الله بثلاثة شرائط بثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون اللام مفتوح الشرط الثاني أن تسبق بصاد أو طاء أو ضاء الشرط الثالث أن تكون هذه الصاد والضاء يا مفتوحة يا ساكن إما مفتوحة أو ساكن فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فإن ورش رحمه الله لا يغلض اللام وإنما يبقى على ترقيقها على أصلها لأن اللام في كل أحوالها مرققة لأنها حرف مستفل إلا في لفظ الجلال إذا سبقت بفتحة أو الضم هنا في كلمة أظلم اللام مفتوحة الشرط الأول مفتوحة سبقت بضاء الشرط الثاني متحقق الضاء ساكنة الشرط الثالث تحقق إذا ماذا نفعل في اللام نغلضها فنقول أظل أظلم بخلاف حفص الذي يرققها أو بقية القراء كلهم العشرة يقول أظل لا لا غير لا طورش يغلضها يقول أظلم كذلك افتر فإنه يقللها قولا واحدا لأنها رائية جميل ونحن نعرف حكم ميم الجمع كما سبق بيانها بالآخرة بينا الأحكام الثلاثة التي فيها كافرون كذلك رأوا مضموم مسبوقة بكسرة فإنه يرققها بخلاف حفص رحمه الله كذلك يبصرون الحكم نفسه وخسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون الأخسرون ربما يخطئ بعضهم فيظن أن هذه الرأ مرققة وليست كذلك لماذا لأنها مسبوقة بفتح وشرطنا أن تسبق بكسر أوياء والبدل في آمن نمده بمقدار أربع حركات والعم ينقل ويقلل ويشدد الزال في تذكرون بخلاف حفص رحمه الله الذي يخففها جميل هذه الكلمات التي مرت معنا في التلاوة وصلنا في كتاب الاستبرق في رواية ورشن عن نافع من طريق الأزرق إلى صفة التكرار في الصفات التي لا ضد له فنحن قلنا أن هناك صفات لها ضد وصفات لا ضد لها التي لها ضد خمسة وضدها خمسة تكون عشرة وسبعة لا ضد لها فتكون مجموعة الصفات سبع عشرة صفة فانتهينا من الصفات التي لها ضد وشرخنا أربع صفات من التي لا ضد له ووصلنا إلى الصفة الخامسة وهي صفة التكرار ماذا يقول الشيخ رحمه الله يقول وهو الإعادة التكرار وهو الإعادة وله حرف واحد وهو الرأ ويجب ترك ويجب ترك هذه الصفة بحيث لو أردنا النطق بالرأ لوجب لصق طرف اللسان على ما يحاذيه من الحنك الأعلى والسماح له بارتعادة واحدة هنا يقول صفة الرأ هذه صفة معيبة هي من صفات الرأ يعني الرأ سوف تكرر سوف تكرر الرأ لكن المبالغة في هذا التكرار بحيث يتولد منها رأات كثيرة هذا هو المعيب وأكثر ما يظهر في الساكنة والمشددة يعني معيب أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الرأ الرحيم فهذا معيب ماذا يقول أن تمسك طرف اللسان عند مخرجه لأن صفة أو مخرج الرأ هو طرف اللسان مع ظهره وأن تسمح له بارتعادة واحدة ليس بارتعادات كثيرة تقول الرحمن الرحيم ضربة واحدة حتى تتفادى هذه الصفة المذمومة التي هي صفة التكرار طيب فبعضهم يبالغ في هذه الصفة ويأمر بها من القراء وبسبب أن هي مذكرة في صفة حرف الرأ ولكن هذا ليس معمولا به وإنما هناك نصوص كثيرة يا إمة يبينون وجوب الاحتراز من تكرير الرأ لا تقل الرحمن الرحيم هذا كثير وإنما الرحمن الرحيم الأرض لا تقل الأرض أرض لأن أكثر ما يقع يقع في الساكن وفي المشدد طيب فهذه الصفة الخامسة وكما قلنا إنها صفة معيبة وذكرت لتجتنم الصفة السالسة وهي صفة التفشي يقول وهو انتشار الهواء في الفم وله حرف واحد وهو الشين تقول أش أش ينتشر الهواء في الفم عند النطق بحرف الشين وربما أن ذلك يفسر أنا كنت أتفكر في هذا يفسر أن الأولاد لما يلعبون مثلا ويدخل عليهم المعلم وأقبلوا إليه يزفون ماذا يقول ش هذا الصوت هو يتفش في أسماعهم فيسكتون لكن سمعت بعض المدرسين الآخرين يقول س وهو من قولهم صه يعني أسكت فأخذ الحرف الأول كناية أنه يريد أن يسمع الصفير الذي هو ناتج عن السكوت والصمت المطبقة طيب جميل فالتفشي كما نرى أنه يتفش صوت الشين في الفم الاستطالة وهي طول في المخرج وله حرف واحد وهو الضد الآن يقولون أن الاستطالة هي جريان اللسان في مخرجه إن يجري اللسان في المخرج في المخرج نفسه ولا يخرج منه إلى حرف الآخر لأن الضد هنا طرفها يأتي على قبل أطراف الثناية فيقول أض هذه هي الاستطالة أن يجري في هذا الحيز فقط لو قلنا أض خرج اللسان وصارت الضد ضاء وهذا خطئ فتقول أض أض ولا الضال وبعضهم يحتج فيقول هذه الاستطالة هذه الضد هي ضد شديدة وليست الشدة من صفة الضد من صفة حرف الضد وإنما الشدة في حروف أجد قط بكت والشدة رخوة والضاد رخوة فكيف نقول أض ونشدها إلا أن الإمام الإمام ابن مالك رحمه الله الإمام الشاطبي رحمه الله صاحب المقصد الشافية في شرح الألفية يقول ورخاوتها استطالتها فكأن صفة الاستطالة مركبة مع صفة الرخاوة فتقول أض هذه الاستطالة التي هي الجريان في الحيز نفسه هي الرخاوة المقصودة بها حرف أض جميل فهذه هي الصفات التي لها ضد وبذلك نكون قد انتهينا منها وربما نأتي على ملاحظات للحروف إن شاء الله في قادم الحلقات بإذن الله تعالى الآن نأخذ ما وصلنا من اتصالات ومشاركات معنا أخونا معمر ربنا الجزاء وزينتها نوف إليهم نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهِ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ أَحْسَنْتَ أَخِي مُعَمَّرُ ما شاء الله تلاوى ممتازة بارك الله فيك الحروف مضبوطة والأزمنة والمخارج وكل شيء فتح الله عليك وبارك الله فيك معنا محمد سليماني من مالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فتح الله عليك يا شيخ محمد سليمان ما شاء الله تلاوتك ممتازة وجيدة يعني أنا أعجبني في تلاوتك أنها تلاوة فصيحة الحروف وكأن كل حرف ينطق وحده فلا يتأثر بما جاوره من التفخيم والترقيق وإنما يأخذ حقه من الصفات والمخارج فتلاوة ممتازة وجميلة وفتح الله عليك يا شيخ محمد سليمان معنا أخونا مجد من سوريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبحثون أولئك الذين ليس لهم في لآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أحسنت يا مجد كذلك خرفك فصيحة وتلاوتك جيدة وكذلك أعجبني ترقيقك للباء في وباطل وهذه الباء كثيرا ما تفخم بسبب تأثرها بالطاء فيقولون وباطل وهي وباطل وهي التي نبه عليها الإمام الجزري رحمه الله في الجزرية وباء برق باطل بهم بذي فقال باطل نبه على أن كثيرا ما يخطئ الناس في هذه الباء فيفخمونها فها يقول وحاذرا تفخيم باء برق باطل فتح الله عليك يا مجد وبرك الله فيك معنا أخونا منذر من تولس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ منذر أهلا وسهلا تفضل يا مجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون هنا قلق للباء لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أحسنت أحسنت يا شيخ منذر فتح الله عليك بارك الله فيك معانا عبد الرحمن من المغرب نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أحسنت يا عبد الرحمن فتح الله عليك هنا في لا يبخسون تحتاج إلى أن تفخم الخاء أكثر قليلا لا تقل لا يبخخ خاء خاء تفخمها أكثر يعني كذلك في مريات منه هنا النون حرف بيني يعني بين الشدة والرخوة نحتاج أن نبينه كلام جميل أنت حاولت أن تبينه لكنه زاد معك قليلا بحيث أن بيانه قد انقلب إلى قلقلته فلا تقل منه كأنك قلقلت النون وإنما امسك النون منه ثم بين الها جميل هذه أبرز ملاحظة وجدتها في تلوتك ولا تلوتك بالإجمال جميلة فتح الله عليك طيب معنا سعد من الجزائر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بلاخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرتهم لاخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فتح الله عليك يا شيخ سعد ما شاء الله تلاوة ممتازة وجميلة يعني أنا مبسوط جدا من هذه التلاوة من كل النواحي من ناحية فصاحة الحروف وأزمنة المدود والغنة وتطابق ذلك مع الأداء والنغمات وجمال الصوت فتح الله عليك يا شيخ سعد فقط عندي ملاحظة صغيرة وهي يعني أنت ابتدأت بقولك أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار يعني حبثا أو ابتدأت ببداية أجمل ولما قلت إنه الحق من ربك هنا الكاف حرف مهموس يظهر همسها في حالة إسكانها وأنت قد وقفت عليها وبالتالي تسكنها لا شك فإذا وقفت عليها وسكنتها أغلق المخرج ثم تركه هذا هو الهمس ولا تتكلفه بحيث إنك لو تكلفته تنقلب هذه التأ إلى حرف مشدد يا لتقل من ربك من ربك فكأنك شددت الكاف وإنما من ربك من ربك أترك الهواء فقط يأتي الهمس واتلوتك ما شاء الله ممتازة وعظيمة يعني لك مستقبل باهر بإذن الله تعالى زادك الله تعالى من فضله معنا بلال من الجزائر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من لحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أحسنت يا شيخ بلال طيب هنا أخي بلال في أنت بدأت قلت ما كان وكأن الكاف تخرج من الأمام من طرف اللسان عند الثناية وليس كذلك الكاف تخرج من هنا من أقصى اللسان مع الحنك الأعلى فإذا أخفيت أنصق في مخرج الكاف من كان لا تقل ما من هنا من وراء من كان طيب في الأخيرة ألخاء المكسورة في أدنى درجة التفخيم لا تقل في الأخي كده كأنك زدت تفخيمها عن درجتها المكسور في أدنى الدرجات في الأخيرة وباطل رقق البأ من قبله ومن قبله كتابه هذه حركتين فقط صلة صهرة لا تقل قبله كتابه زدتها عن حركتين وليست هي فيها زيادات أكثر ولكن أكثر كذلك رقق الثا لا تقل أكثر فا ثا أكثار جميل فتح الله عليك معنا أحمد الأحمد بن سوريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ما شاء الله جميل جميل يا شيخ أحمد تلاوة ممتازة ليس عندي ملاحظات عليها يعني حروفك ممتازة وصافية ويعني جيدة المخرج ما شاء الله بارك الله فيك كذلك أبو عبد الرحمن من سوريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أحسنت يا أبا عبد الرحمن هنا فقط في الوقف على الحروف البينية الرجيم النار يعملون لا تطل زمن الحرف بحيث تخرجه عن بينيته هو بيني لا تجعله رخوا الرجيم أنت جعلته الآن رخوا زدت في زمن غلنته النار كده زيادة لا أنت النار بمجرد أن تنطقه يأخذ زمنه وتنتهي لا يعني تضف له يعني كمان حتة كمان زيادة لا يعني إيه قطعة يعني وإنما اكتفي بزمنه يعملون هكذا أيضا وماشاء الله عندك الحروف كذلك حروف صافية وممتازة وجميلة فتح الله عليك معنا أخونا يوسف من الجزائر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وذينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها وهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أحسنت يا يوسف ما شاء الله ممتاز كالعادة فقط إلصق اللسان في مخرج الكاف في حالة الإخفاء من كان لا تقول ما تفتح المخرج هكذا لا من كان إلصقه في الكاف إلا النار يعني أعطي الغنة زمنها بمقدار حركتيني هذا كان الملحظة التي وجدتها واتلاوتك جيدة وفتح الله عليك إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة ومقررنا في الأسبوع القادم إن شاء الله من سورة سيدنا هود عليه السلام من الآية الخامسة والعشرين وحتى الخامسة والثلاثين إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر